كما قلنا الموقع يقوم باحتساب كل واحد دولار بمئة وسبعون دينار جزائري إذا كان الموقع صادق وقام بإرسال لنا فقط ثلاثة دولار سوف نقوم باستقبال خمسمائة وعشرة دينار جزائري يعني واحد وخمسين ألف إذا كان الموقع لا يحتال علينا حتى سنة سوف السلام عليكم أعزائي الكرام مرحبا بكم مجددا في قناة دري حمالي شروحات دري تيكنو موضوعنا لنهار اليوم يتعلق بموقع اختصار الروابط هل هو صادق أو غير صادق هل هو نصاب أو ليس نصاب الموقع انتعنا كما رأنا نشوفه وهو موقع ننكاتي الكثير من التعليقات وصلتني حول هذا الموقع أنه موقع نصاب يعني بعض الأشخاص قاموا بالعمل على هذا الموقع ولم يدفع لهم لماذا؟ الله أعلم كتجربة الشخصية هذا الموقع قمت بعمل شرح على ما أظن في ديسمبر 2019 قمت بعمل شرح ولم أعمل عليه كثيرا ولكن في بعض الأحيان أقوم بعمل تطبيق أو شرح إلى ما غير ذلك أقوم بوضع رابط في هذا الموقع تقريبا على مدة 8 أشهر من جامفي حتى السبتمبر إلى حد الآن تقريبا في كل شهر أتلقى واحد دولار يعني واحد دولار اثنان دولار على حسب العمل على هذا الموقع لم أكن أعمل عليه كثيرا ولكن بعدما تلقيت الكثير من التعليقات أن هذا الموقع نصاب قمت بعمل سلاس فيديوهات حتى أقوم بالتجربة على هذا الموقع أول شيء نقوم بالذهاب إلى لوحة التحكم الخاصة بنا حتى نرى كما ترون يعني الرصيد الخاص بي في هذا الموقع حاليا في هذا الشهر في هذا الشهر 3.17 دولار كما ترون 3.17 دولار لو نقوم بالنزول إلى أسفل يعني كم كسبت في هذا الشهر فقط كما ترون عدد المشاهدات 890 مشاهدة بالنسبة للرصيد في هذا الشهر 3.52 هذا السي بيام الخاص أما هذا الريثيرام كما ترون قوانين أو قوانين الموقع هي واضحة هنا يمكنك الاطلاع عليها هل تم هل موقع نصاب أم لا يمكنك الاطلاع على القوانين كما ترون قمت بعمل سلاس فيديوهات كما قلت لكم الفيديو الأول الفيديو الثاني هنا الفيديو الثالث هنا قمت بعمل سلاس فيديوهات كما ترون يعني فقط قليل من العمل كما ترون هذه النتيجة أنا لم أكن أعمل على هذا الموقع ولكن أريد التأكد منه كما قلت لكم تقريبا كنت أتلقى 1 دولار كل شهر لو نقوم بالزهاب إلى ويزدراو كما ترون هذه إلى حد الآن تقريبا تلقيت من هذا الموقع في مدة سمانية أشهر سمانية أشهر 12 دولار يعني كما ترون 12 دولار ورصيد الحالي في هذا الموقع 3.17 دولار كما ترون لو نقوم بالنزول إلى أسفل كما ترون تقريبا كل شهر يعني 1 دولار كما ترون 1 دولار بالنسبة للريفيرول كنت دائما أصحابها على بطاقة بي سيرة كما ترون هذه الطريقة الدفع بي سيرة لو نقوم بالنزول يعني حتى نرى الطرق الأخرى كما ترون في بعض الأحيان الموقع يواجه بعض المشاكل كما ترون يعني هنا بطاقة بي سيرة ولكن الموقع أصاب وخالل في شهر على ما أظن في شهر جوال فتغيرت بعض الأشياء فيه أحد المرات قمت بتجربة الفليكسي فتم الفليكسي لأنظر 1 دولار بـ 170 دينار جزائر يعني 17 ألف كما نقوله رحنا الآن سوف نقوم بالسحب سوف نقوم بالسحب ولكن هذه المرة سوف نقوم بتغيير طريقة السحب سوف نقوم بتغيير طريقة السحب هل يصلنا السحب أم لا كما ترون هاته معلومات الشخصية الخاصة بي إلى هنا هنا سوف نقوم باختيار كما ترون كما ترون هنا أنظر هنا على السي سي بي يعني اللي يحب يسحب على السي سي بي 6 دولار تقريبا 1 دولار بـ 17 ألف 17 ألف كما نقوله 170 دينار جزائري بالنسبة للفليكسي الفليكسي كذلك فليكسي ديزيت 1.6 فقط فليكسي لك تقريبا 10 ألف و 0.6 هي 10 ألف سوف نخيل طريقة الدفع هذه المرة عن طريق الفليكسي ديزيت عن طريق فليكسي ديزيت كما ترون عن طريق فليكسي ديزيت هذه هي التي سوف نقوم باختيارها هذه المرة سوف نقوم بوضع رقم آخر يعني حتى نتأكد من مصداقية هذا المقع هل هو صادق أم نصاب هل هو صادق أم نصاب نقوم بالنزل إلى أسفل أقوم بتغيير هذه المعلومات الخاصة به هذه معلومات خاصة ببطاقة بي سيرة هنا سوف نقوم بوضع رقم الهاتف الخاص بنا يعني هذا الرقم تقريبا أخصصه فقط للشروحات هكذا 5 و 4 دعنا نتأكد من الرقم 06 056 97 590 595 45 هكذا نقوم بحفظ طريقة الدفع هكذا حتى تظهر لنا 6S كما ترون تم تغيير طريقة الدفع فليكسي ديزيت 17 قمنا بوضع رقم الهاتف الخاص بنا هنا 06 56 97 595 الآن نقوم بالذهاب قبل أن نقوم بتأكيد الطلب نقوم بالتأكد من الرقم الخاص بنا وكم به رصيد أول شيء نقوم بالتأكد من الرقم الخاص بنا كما ترون 056 97 99 55 هذا هو الرقم الآن نقوم بالتأكد من الرصيد هكذا كما قلت لكم سابقا على ما أظن هذا الرقم قمت بتجربة الفليكسي في خطرة واحدة كما راكم تشوفوا كدرت لكم الفيديو السابق كيفية الفليكسي من موبيليز كما ترون وهذا هو الرصيد الحالي فيه سوف نقوم بطلب السحب الآن هكذا نقوم بالرجع إلى هنا 056 97 95 45 يعني تم حفظ طريقة السحب هكذا نقوم بإعادة تأكيدها انظر هكذا profile has been updated يعني تم التحديث الآن سوف نقوم بطلب السحب من جديد سوف نقوم بطلب السحب من جديد نقوم بالضغط هكذا نتأكد من الرقم نتأكد من المعلومات يعني ثلاثة دولار تقريبا واحد وخمسون على ما أظن خمسمائة وعشرة دينار جزائري على ما أظن واحد وخمسين آلف والفاصلة هذيك الله وعلم يشحال المهم كما قلنا الموقع يقوم باحتساب كل واحد دولار بمئة وسبعون دينار جزائري إذا كان الموقع صادق وقام بإرسال لنا فقط ثلاثة دولار سوف نقوم باستقبال خمسمائة وعشرة دينار جزائري يعني واحد وخمسين آلف إذا كان الموقع لا يحتال علينا حتى سنت سوف نستقبل ثلاثة فاصل مئة وسبعة وسبعون سوف نستقبل ما قيمته خمسمائة واربعون دينار جزائري يعني اربعة وخمسين آلف إذا كان الموقع لا يحتال علينا بأي سنت أما إذا كان الموقع يحتال علينا إما بسنتات أو محتال أصلا سوف يرسل لنا أقل من هذه القيمة أو لن يرسل لنا أي شيء يعني إذا كان الموقع نصاب نحن سوف ننتظر إلى ذلك الحين ونرى هل الموقع صادق أو نصاب ولكن الموقع هذا تقريبا عندما أقوم بطلب السحب ليلا أو صباحا قبل الثانية عشرة في النهار يتم إرسال للدفعات كما رأينا سابقا على بطاقة بيسيرة أو فليكسي رحنا رايحين نطلب السحب نشوف إيش حالي الساعة راهي العاشرة أو الحادية عشر والحادية عشر وسبعة وثلاثون يوم سلساء خمسة عشر سبتمبر نقوم بالضغط على ويزراو نقوم بالضغط على حسنا حتى نرى طريقة السحب وهل الموقع سوف يرسل لنا السحب كما ترون تقريبا تم نقل الأموال من الرصيد إلى في حالة الانتظار يعني هذه في حالة الانتظار وكما ترون الرصيد الحالي معنا هنا لو نقوم بالنزل إلى أسفل سوف نقوم باندينغ يعني في الانتظار كما ترون هذه كومبليت وهذه في حالة الانتظار الرصيد الحالي 3.1 يعني 3.17 الكلي النهائية سوف نرى متى يتم إرسالنا الرصيد وسوف نقوم بإكمال الفيديو الخاص بنا الرصيد الحالي 11.42 ضرك جاني ميصاج من عند موبيليز فيه 54.540 دينار جزائري حبيت نتأكد من الموقع يعني موقع لينكاتي أسكو هو أو لموش هو لكن نكسو راهي ضعيفة الآن بسبب يعني الباكرهم يفوتوا في الباكر يعني ما تقدرش تدخل الموقع هذا رايحين ننتظر واحدين يدخل الموقع ونكملوا الفيديو انتعنا الآن جاني إشعار وعلى ما أظن راهي جاءت الكنيكسيو يعني الاتصال بالإنترنت تم يعني على ما أظن راهي مكملوا جماعة الباكدركة رايح ندخل نشوف في الموقع انتعنا رايح نتأكد كما شفنا سابقا يعني الميصاج جاريكرا هنا مازال كما راكم تشوفوا تقريبا 54 كما رأينا سابقا في الفيديو نقوم بالضغط عليه حتى نلجى إلى الميصاج هذا نشوفوا كما ترون تقريبا ها هي 54 كما قمنا بحسابها سابقا الآن نقوم بالتوجه إلى الموقع هل تم تحويل المال من في وضعية الانتظار إلى وضعية المدفوع على ما أظن 15 إلى ما غير ذلك نقوم بالتوجه إلى لوحة التحكم بالضغط هنا على داتش بورد كما ترون ننتظر فقط هكذا يعني هكذا الآن نتوجه إلى هنا نقوم بالضغط على وزدرو كما ترون تم تحويل المال من في حالة الانتظار إلى مدفوع وهذا إثبات كافي بالنسبة للأشخاص الذين يقولون أن الموقع نصاب أو لا يدفع على ما أظن أنت الذي يأتيك أن الموقع نصاب أو كاذب ربما تقوم بمخالفة أحد هذه القوانين ربما تقوم بمخالفة أحد هذه القوانين راجع نفسك يعني راجع نفسك وقم بالعمل على هذا الموقع في وضعية قانونية كما ترى هذه القوانين هنا يمكنك الإطلاع عليها وخاصة إذا استعملت هذا التطبيق يعني تقريبا القوانين في هذا الموقع واضحة يمكنك الإطلاع عليها أنا وجدت هذا الموقع في أحد قنوات اليوتيوب قمت بشرحه وقمت بالعمل عليه ولكن لم أكن أقوم بالعمل عليه كثيرا في بعض الأحيان فقط ولكن الآن أردت التأكد فقمت بمضاعفة قليلا يعني قليلا من العمل وكما ترون تلك النتيجة وهذا هو الرصيد الذي تلقيته يعني على شريحة موبيليز يعني على شريحة موبيليز كذلك سوف نقوم بالتأكد من الرصيد كما تأكدنا في المرة الأولى سوف نقوم بالتأكد في هذه المرة أيضا نقوم بالتأكد من الرقم أول حاجة نقوم بالتأكد من الرقم بأنه نفس الرقم نتأكد بأنه نفس الرقم بعدها نقوم بالتأكد كما ترون فهو نفس الرقم بعدها نقوم بالتأكد من الرصيد يعني النرمامو الـ 58 يعني 580 دينار جزائري كما ترون وهي نفس النتيجة التي رأيناها الآن هذا هو كان موضوعنا لنهار اليوم بالنسبة للأشخاص اللي ما زال را يمشيكك في الموقع هذا تقدروا تشوفوا موقع تاني إلا كان ما زال را يسرقكم هذا الموقع هذا ليسوء استخدامك لهذا الموقع أنا صراحة كما راكم تشوفوا ثمانية أشهر وأنا أعمل في هذا الموقع يعني بدون مشاكل بدون مشاكل نتمنى تكونوا على الأقل استفدتوا شوية ولا تأكدتوا وكذلك كما قلت لكم بالنسبة للأشخاص اللي ما هيش مصدقة يعني بلي هذا الموقع ولا را هو ينصب عليكم ولا حاجة يا أخويا خليه ما تخدمش عليه خليه وروح شوف موقع آخر نلتقي في موضوع آخر مع دري حمالي شروحات أو دري تيكنو السلام